أما الآن مشاهدين كرام ننتقل إلى تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش جولته بمدينة شرم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحقيقة أنا بشرف بوجودي على مدار يومين في مدينة شرم الشيخ طبعا لتوجهات فخامة رئيس بمتابعة الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر القادم والحقيقة كانت توجهات فخامة الرئيس ان احنا طبعا يتعمل تطوير شامل للمدينة بحيث تبقى مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ومستدامة بحيث تعبر عن طبعا اهداف هذا المؤتمر وفكر المؤتمر ان هو بيتكلم على ازاي ان احنا كعالم كله نتعامل مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق افكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة الحقيقة مبارح طبعا كان بدأنا الزيارة بتفقد التطوير الشامل اللي اتعمل في مطار شرم الشيخ والحقيقة هو تطوير كامل وفيه صالة كاملة جديدة تم اضافتها ورفع كفاءة الصالة الاولانية بحيث النهاردة اصبح مطار شرم الشيخ قادر على استقبال اكتر من 10 مليون سائح على مدار السنة وده طبعا رقم كبير جدا لنتيجة ان شاء الله تخططنا ان مدينة شرم الشيخ هتستوعب المزيد من اعداد السياح في الفترة القادمة الحقيقة يمكن اتمنيت على توفر كل الخدمات اللي هتبقى موجودة في المطار منذ لحظة نزول الطائرة حتى خروج السائح من المطار بكل الخدمات اللي موجودة بدءا يمكن ان انا عايز اقول ويمكن دي كان برضو يعني توجيه من فخامة الرئيس لوزارة النقل برافع كفاءة الممرات او الرانوي بتاع المطار بحيث بقى يبقى حيبقى عندنا ممرين يعني يقدروا يشتغلوا في وقت واحد الاتنين مع بعض وده يبقى زيه زي اي مطار عالمي على اعلى مستوى في اي حتة في العالم وطبعا مع صلاة الانتظار والوصول والاستقبال والسفر كل ده بتعمل بطريقة اكثر من رائعة دخول السياح الكونترات اللي بتستقبل تم مضاعفتهم كارقام بحيث يبقى عندنا منظومة كاملة يقدر السائح يعني باسرع وقته ممكن يخرج من المطار بافضل طرق للاستقبال والتقديم الخدمات اللي حيمكن امبارح ايضا كان تركزنا طبعا على منطقة مركز المؤتمرات الرئيسي اللي حيتعمل فيه المؤتمر نفسه وتفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الاعمال اللي بتتم على الارض هناك من رفع كفاءة المركز الحالي واضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الامم المتحدة واللي حتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الارض هناك وعايز اقول ان الحمد لله ودي نقطة مهمة جدا يعني نتيجة طبعا لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهمة عدد الراغبين ان هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الاعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين وده دنا طبعا تحدي ان انا مضطر ان انا استوعب كل الاعداد ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس كل اللي عايز ان هو يشارك في هذا المؤتمر لازم ان احنا نوفر له اماكن وما نعتذرش الحد وبنان على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي هتبقى متاحة ودي طبعا هتبقى مسطحاتي اما دائمة او مؤقتة ممكن ان احنا نفكها بعد المؤتمر ان شاء الله المنطقة المهمة جدا ايضا ما يطلق عليها المنطقة الخضراء ودي المنطقة اللي بتخص المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني سواء في الخارج او في الداخل بحيث ان هو طبعا مهم جدا واحنا هناك حرص شديد جدا على وجود اكبر حجم من مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية عشان تشارك وتجدي بقراءها جوه اثناء فعاليات هذا المؤتمر فبالتالي برضو كنا تفقدنا كل الاعمال الخدمات اللي هتبقى موجودة والاماكن اللي بتم النهاردة تنفيذها وتأكدت ويمكن وده كان يعني توجيه لكل الجهات اللي احنا بتنفذ ان شاء الله ان شاء الله على يعني فترة زمنية لا تتجاوز الشهر نكون منهيين كل الاعمال عشان يبقى عندنا الفترة بعد كده اللي هو اعمال اللوجستية والتنظيمية من اول بداية شهر اكتوبر لغاية بداية انعقاد المؤتمر في نوفمبر دي فترة فقط لاعمال التنظيم والتشتبات النهائية فيما يخص الاعمال اللوجستية فدي كانت الحياة مبارح كانت جولة يعني كبيرة جدا النهاردة طبعا مع السيدة الوزراء شرفنا بتفقد بقى كل اعمال التطوير اللي بتتم في المدينة نفسها طبعا برفقة سيادة المحافظ والحقيقة يمكن حجم عمل يعني احنا بنعمل تطوير نوعي شامل لمدينة شرم الشيخ في كل شيء ويمكن يعني الزملة مبارح انا عايز اتكلم على ان احنا ازاي بنحول مدينة شرم الشيخ لمدينة زكية يعني عندنا الحياة مبارح شفنا منظومة التاكسيات الجديدة اللي حتبقى موجودة هنا عندنا اكتر من 717 تاكسي حيبقوا لموجودين كل المدينة النهاردة منظومة التاكسي اللي حتبقى موجودة عشان حالكم ببس نبقى متخيلينها كل تاكسي في نظام تتبع بحيس يبقى عندي انا مبنى مركزي وحدة مركزية على مستوى شرم انا شايف كل مركبة بتتحرك التاكسيات هنا انا بتكلم على التاكسيات عارف مكانها بتتحرك فين في اللحظة في اي لحظة وشايفها والاهم جوه كل تاكسي في كاميرا داخلية بتقدر النهاردة عشان نبقى مطمئنين ان اي سائح او اي راكب موجود بيبقى يعني في اقصى اقصى درجات الامن والامان في منظومة كاملة للعداد الدفع وده بيبقى حتى بالنظام الكريدت كارد ممكن بيدفع قيمة الساداد اجرة التاكسي بالمكانة اللي هي بتسحب الفلوس من خلال الكريدت كارد منظومة كاملة حتى نقدر ان احنا نوجه السائق وهو بيسوق من المركز من المبنى المركزي نقدر نكلمه ونقوله لو في اي مشكلة نقدر نتعامل معها بصورة فورية جنبا الى جنب مع هذا الموضوع في منظومة جديدة بنحطها يمكن شرم الشيخ هتبدأ فيها كأول مدينة تطبق منظومة خدمة الدرجات اللي هو ان المواطنين هنا والسياح يقدروا ياخدوا الدرجات التشاركية يقدر ياخدوها واخداركم شفتوها من معانا بيقدر يركب الدراجة وفيه مصارات بقت محددة موجودة النهاردة في المدينة لمصارات الدراجات يقدر المواطن او السائح ياخد هذه الدراجة وبرضو بيدفع بنظام الكروت ويقدر ان هو ياخدها وبيتركها في اي مكان لو هو عايز لان احنا برضو هذه الدراجة عليها نظام تتبع ونقدر من خلال الشركة اللي بتدير هذا الموضوع نقدر نجيب الدراجة من اي مكان دي منظومة النهاردة بقت هتبقى موجودة كبيرة جدا فيما يخص هذا الموضوع وطبعا برضو تفقدنا منظومة الحقيقة محطات شحن السيارات الكهرباء اللي هتبقى موجودة 18 محطة شحن ب36 نقطة شاحن دي للسيارات اللي هي الملاكي ويمكن احنا شفنا برضو اول مجموعة من السيارات اللي هتبقى متاحة برضو للاستغلال أثناء المؤتمر في عدد كبير جدا يمكن انا مش عايز اقول مئات السيارات اللي هتبقى متاحة أثناء المؤتمر كلها عربيات كهرباء هتبدأ انها تستغل في أثناء المؤتمر برج دور حركة تنقلات المشاركين في المؤتمر ايضا طبعا تفقدنا محطة الشاحنات الرئيسية احنا عندنا هيبقى فيه 260 اوتوبيس جديد سواء بيعملوا بالغاز او بالكهرباء ودي برضو منظومة عشان منظومة بيقية وكل دول هذه الاوتوبيسات بتتبع المعايير البيقية في عملية السير والحركة لان زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم على مدينة خضراء بالكامل حتى تفقدنا يمكن زي ما حضراتكم شفتوا اعمال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي فيه يمكن كانت عندنا بحيرات الاكسادة ودي بحيرات اللي احنا كنا بنصرف عليها مية الصرف الصحي المعالج واصبحت النهاردة زي ما حرككم شفتوا معانا مكان للطيور وهجرة الطيور المهاجرة وكان الحقيقة منظر جميل جدا شفنا طيور لأول مرة بتقف في هذا المكان ويمكن كان تأكيدي مع كل الزملاء ان احنا دايما نضمن اعلى مستوى من المعالجة المياه عشان نطمئن ان ده لسلامة الطيور وسلامة البيئة لان دي هتبقى لوحدها مقصد سياحي ان السياح يجوا يتفرجوا على الطيور وهي بتبقى موجودة في هذه الفترة من فترات السنة الحقيقة يعني اتعمل اعمال تطوير هائلة في الممشى السياحي زي ما حرككم شفتوا المنطقة خليج نعمة يعني عندنا ستة كيلو كاملين حيبقى فيهم مصارات كلها عبارة عن اماكن للمشى برجولات اماكن محلات لتقديم المشروبات والاطعمة والمنتجات المصرية المميزة حيبقى فيه اماكن للفرق الفنية المصرية تؤدي فيها فقرات فنية على مدار المؤتمر بحيث يبقى الحقيقة ان شاء الله هذا المؤتمر باذن الله يبقى يعني وجهة حضرية نسوق بيها مصر سياحيا للعالم ونوري بيها حجم اللي بيتعامل في مصر من مشروعات تنموية وده الهدف الرئيسي من هذا الموضوع الحقيقة برضو الصبح الحقيقة انا انتهست فرصة وجودنا في شرم الشيخ واقعدنا مع كبار المستثمرين المصريين الوطنيين في بتاع السياحة ويمكن اتكلمنا على حجم الدعم للدولة المصرية قدمته لهذا القطاع على مدار السنين اللي فاتت في ضوء الازمات اللي واجهها هذا القطاع وايضا اللي مستمرين في يعني الدولة في انها تدي للسائحين والحقيقة يمكن انا قطاع سياحة ويمكن هنا كان كلامي بمنتهى الشفافية والمكشفة مع كل المطورين السياحيين والقطاع الخاص المصري ان مصر لديها القدرات هائلة في هذا القطاع والدولة بتعمل كل اللي تقدر عليه من بنية اساسية من اجراءات تيسرية من حوافز من كل الخطوات اللي منشأناها ان احنا نشجع هذا القطاع على التضاعف لان اذا كنا النهاردة بنتكلم ان الحمد لله عندنا اه صحيح بالرغم من كل الازمات بقى عندنا 11 مليون سايح وده تقريبا بقت الارقام قبل ازمة كورونا ولكن احنا طمحنا مضاعفة هذا العدد وفي خلال فترة زمنية بسيطة فاذا كان النهاردة كانت اراداتنا بتيجي من السياحة في حدود 11-12 مليار دولار سنويا انا بتكلم مع القطاع النهاردة الخاص والمطورين عن ان احنا نحقق مستهدف 30 مليار دولار في خلال السنوات القليلة القادمة وبالتالي كان طلبت منهم ان هم يتحط خطة تنفيذية واضحة تماما بمستهدفاتهم ومتطلباتهم من الدولة عشان تعملها لهم عشان نصل الى 30 مليار دولار في خلال سنتين 3 من النهاردة وهنا بتكلم حتى لان دي يمكن تبقى لتوجهات فخامة الرئيس ان احنا نعقد مؤتمر اقتصادي كبير والناقش فيه كل الرؤى الاقتصادية للدولة المصرية ان دي يبقى جزء من هذا المؤتمر وان هم يعرضوا من وجهة نظرهم ازاي نضاعف من عوائد السياحة في خلال الفترة القادمة ده انا مش عايز اطول على حضراتكم ولكن طبعا انا بحابب ان انا انتهز الفرصة ان انا اوجه كل الشكر لكل الحقيقة المؤسسات اللي في الدولة النهاردة اللي بتعمل على قدم مساق على مدار 24 ساعة علشان فعلا نواجه هذا التحدي بالخروج بهذا المؤتمر باعلى مستوى من التنظيم طبعا محافظة جنوب سيناء الحقيقة يعني بتنسك كل اعمال الجهود التنمية اللي بتحصل ولكن طبعا انا حابب اشكر الحقيقة القوات المسلحة والهاية الهندسية ووزارة الداخلية وايضا طبعا وزارة النقل وزارة الطيران وزارة الاسكان وزارة البيئة يعني وزارة الكهرباء يعني الحقيقة كل وزارات الدولة النهاردة بتشتغل معانا على ان ازاي ان احنا نطور المدينة بالكامل بأسرع وقت ممكن علشان ان شاء الله تخرج في يوم الافتتاح بابها صورة بإذن الله شكرا الله مشاهدين الكرام شاهدنا تصريحات السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل كذلك التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات والمختلف الخدمات بمحافظة جنوب سيناء شكرا